تداول بذكاء تداول مع اكوتي دوت كوم اهلا بكم من جديد نذهب ايضا في قراءة للعالم من حولنا في 2023 كيف يستشرف 2024 أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة اكوتي معنا في هذه الأثناء سيد أحمد أهلا وسهلا بك معنا ودعنا نقرأ في با هو الأبرز الذي سيستصحبه العام 2024 من إرث العام 2023 في تقديرك صباح بخير الطيب كل عامو أنتم بخير لأسرة سيوميسي عربية ولك الطيب نعم الطيب عام 2023 كان هناك محاولة لكبح جماح التضخم التوقعات في عام 2024 هي مراقبة التضخم وتأثيرها على السياسات النقدية كما هو متوقع السياسات النقدية قد تجري بعض التغييرات من انتقال من دورة السياسة النقدية التشددية إلى التسهيلية الأسواق تعتقد بأن شهر 3 عام 2024 هي بداية تخفيض أسعار الفوائد لا بل باتت تتوقع مكانية تخفيض أسعار الفوائد ست مرات بالنسبة للفدرال الأمريكي وبكل تأكيد تباعا للبنك المركزي الأوروبي وبنك بريطانيا بينما البنوك المركزية لا تزال حتى الآن تعتقد بأن إن كانت ارتفاعات التضخم واردة خاصة مع أرقام النمو الاقتصادي في البلايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال حتى الآن تعتبر جيدة الطيب عندما ننظر إلى الاختلاف أو الانقسام بين ما تتوقعه الأسواق وما تعتقده البنوك المركزية على ما أعتقد الوقت قد يكون هو الفيصل بين التوقعات وهل ستتحول إلى حقيقة أم ستستمر أو سيتم إصابة الأسواق بخيبة أمل البيانات الاقتصادية المهمة القادمة الطيب في عام 2024 بكل تأكيد النمو الاقتصادي والتضخم التضخم بكل تأكيد لأنه انخفاضات التضخم يعني أن الانتصار على التضخم قد حصل بكل تأكيد الانتقال إلى الدورة التسهيلية هو التحرك القادم بينما أرقام النمو الاقتصادي قد تكون هي الدافع على البنوك المركزية لتغيير السياسة النقدية خاصة هنا في الاتحاد الأوروبي واقتصاد الاتحاد الأوروبي واقتصاد بريطانيا. والتي يعتبره حتى الآن سلبيات في القراءة الأخيرة. القراءة القادمة لو كانت سلبية تعني أن إمكانية المرور إلى الركوط قد تكون وردة. فبالتالي الضغط على دورة تجدئ السياسة النقدية. فبالملخص هنا أطيب النمو الاقتصادي والتضخم هم الفيصل والحكم في عام 2024 لتحريك السياسة النقدية. هل سيواصل الذهب البريق أحمد؟ لو اطلعنا على تحريك دورة السياسة النقدية الطيب. على ما أعتقد أن الذهب قد يكون من أكبر المستفيدين. خاصة عندما ننظر إلى السلوك السعري في الفترة الأخيرة 2075 دولار للأنصة باتت مستويات لحتى الآن تداول واضحة بالنسبة للذهب. عندما يتم تداولاته بشكل عرضي لفترة زمنية طويلة قد تعطي إمكانية الانطلاق الجديد بالنسبة للذهب. لن أقول هنا الطيب على مبالغة الأسواق بتحريك السياسة النقدية. لكن تخفيض أسعار الفوائد قد يكون هو الدافع الجيد بالنسبة لأسعار الذهب في عام 2024. فبالتالي اتجاه لتخفيض أسعار الفوائد والبدء بها والشروع بها الطيب قد يعطي أداء إيجابي بالنسبة للذهب في عام 2024. نعم. دعنا على ذكرة المعادن أحمد. نعرج على الفضة قليلا. كثير أيضا من المحللين يروا بأن الفضة أيضا لها ميزات نسبية. حتى مقارنة بالذهب. لكن الذهب عادت دائما يخطف الأنظار بلا معاني. قد يكون الاختلاف طيب في الفترة الأخيرة بالنسبة لأداء الذهب مقارنة بأداء الفضة هي التوترات الجيوسياسية. كما هو متعالم كما هو متعارف عليه. الذهب هو الملاذ الآمن بالنسبة للتداولات أكثر بكل تأكيد من الفضة أو أي معادن أخرى. عندما ننظر إلى التوترات الجيوسياسية كانت دافع أساسي بالنسبة للذهب. نعم. الفضة قد يستفيد في عام 2024 جراء انخفاض أسعار الفوائد. لكن الذهب قد يكون هو الانطلاق الأكبر. قد يكون هو التحركات الأكبر. لو قارمنا الأداء السعري أو التحركات السعرية أو النسبة المئوية للتحركات السعرية بين الذهب والفضة. فلو حصل وكانت الأداء الذهب مع الدورة السياسة النقدية أو تغييرها بأداء إيجابي. قد يدفع الفضة لتسجيل أيضا أداء إيجابي في عام 2024. نعم. وسط الإرهاصات بشرعنة العملات المشفرة وإطفاء مزيد من القوانين. ربما والنظم والمنصات التي تنظمها. رأينا البيتكوين يتألق في العام 2023 ويلامس حتى 45 ألف دولار. هل ما زالت الفرصة متاحة أمام العملات المشفرة أن تسجيل حضور جيد في 2024؟ أم أن هناك عوامل أخرى من الممكن أن تقطع الطريق؟ نعم. طيب. الأيام القادمة هي أيام مهمة جدا. 5-1 إلى 10-1 على ما أعتقد. قد يكون القرار المنتظر بالنسبة لمجتمع العملات الرقمية. فيما يخص بالاعتماد لصناديق التداول الاستثمارية أو صناديق التداول الاستثمارية لإيثاف بالنسبة للبيتكوين. عندما ننظر إلى الاعتماد أو الشروع بالموافقة بكل تأكيد. نقطتين أساسيات هي تغيير نظرة برصة العملات الرقمية أو برصة وهيئة الأوراق المالية الأمريكية بالنسبة لمجتمع العملات الرقمية من جهة أخرى. بكل تأكيد. الانكشاف على التداولات الفورية بالنسبة للبيتكوين. قد يعطي التداولات الاستثمارية أو المؤسسات للدخول والإعطاء سيولة أكبر بالنسبة للعملات الرقمية. فبالتالي الاعتماد بالـ ETF قد يكون أساس لتداولات إيجابية بالنسبة لعام 2024. وحتى أيضا الطيب عندما ننظر إلى دورة تجديد السياسة النقدية. المرور إلى الدورة التسهيلية سوف يعطي أدوات المخاطرة والتي على رأسها العملات الرقمية أداء إيجابي في عام 2024 على ما أعتقد هنا الطيب. نعم. دعنا إذن سيد أحمد نعرج على النفوط الذي سجلت تراجعات بعشرة في المئة في العام 2023. ترتفع الآن نتيجة لبعض التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر. إلى أي مدى ستحتمد على الإقتصاب بشكله الحقيقي ونظرية العرض والطلب؟ أم أنها رهينة أيضا لما يحدث من مستجدات على مستوى التوترات الجيوسياسية وتدخلات أوبيك بلاس؟ نعم طيب. هنا على ما أعتقد نقطتين أساسيات في عام 2024 لمتابعتهم بما يخص أسعار النفط. النقطة الأساسية الأولى هو التزام أوبيك بلاس بما قررته بالنسبة للتخفيضات الطوعية. سوف يعطي ثقة بالنسبة لمجتمع النفط. سوف يعطي ثقة أكبر للمستثمرين لإعطاء دفع إيجابي. من ناحية أخرى التوترات الجيوسياسية بكل تأكيد. الطيب هي بؤرة تحركات النفط في عام 2024. على ما أعتقد طيب كما ذكرت سابقا قبل شهرين على قناة سي أم بي سي عربية. هي التوسع توترات الجيوسياسية. كلما زادت التوسعات. كلما زادت أحدة توترات الجيوسياسية. سوف تعطي إمكانية توسع ارتفاع قام النفط في فترة عام 2024. فبالتالي التوترات الجيوسياسية مع انخفاض الدولار الأمريكي. جراء دورة تسهيل الدورة النقدية. بالنسبة للدولار الأمريكي. قد يعطي النفط تداولات إيجابية في عام 2024. مستويات السبعين دولار لخام غرب تيكساس. هي مستويات على المدى القصير. طيب مستويات مهمة جدا. ثباتها قد يعطي التداولات النفط على المدى القصير إلى المدى المتوسط. تداولات إيجابية في الفترة القادمة. أحمد عزام. عام سعيد عليك. أنت ومجموعة إيكوتي. محل الأول الأسواق للمال في مجموعة إيكوتي. شكرا جزيلا لك.